نظمت الهيئة الأكاديمية العليا للترجمة طبعاً التي هي مؤسسة جديد داخل أكاديميات المملكة المغربية بمناسبة اليوم العالمي للترجمة الذي يصادف 30 شتنبير سلسلة أنشطة كان أولها أمس كانت فيها كلمة سيد أمين سير الدائم ثم محاضرة رئيسية في تحية واليوم الثاني يتعلق بما اسميناه بدرس الترجمة وهو درس يروم أمرين أولاً الاقتراض من نظريات الجديدة التي تهتم بمسألة الترجمة لإشكاليات التي يواجهها المترجم المغربي إزاء بعض النصوص الأجنبية ثم أيضاً واقع حال الترجمة في المؤسسات التعليمية سواء كانت تناوية أو جامعية غداً ستكون ورشة تفكير جماعية حول واقع حال الترجمة في المغرب بالتنصيق وبمشاركة مسؤولي مختبرات الترجمة في بعض الجامعات المغربية لأنه لم يكن من ممكن استدعاء جميع وإنما استدعينا مجموعة من الناس الذين لهم علاقة مباشرة بالتدريس بالترجمة بالممارسة الترجمية التي يواجهونها يعانونها في ممارستهم المؤسسية والتربوية والبدغوش الهدف من هذا النشاط يرتبط بالهدف الأكبر والأسماء الذي يرتبط بإنشاء مؤسسة الأكاديمية العولية للترجمة وهو أن يدخل المغرب بشكل شمولي في مشروع حقيقي للترجمة لمواكبة التحولات التي يعيشها المجتمع وتعيشها التقافة في بلادنا كانت فرصة عظيمة جدا في هذا اللقاء لتدارس وضعية الترجمة بالمغرب وكذلك خلق تصورات وبلورة تصورات وخطط حول الدفع بدرس الترجمة بالمغرب ونحن نعلم الآن المكان البارز الذي تحتلها الترجمة عند الأمم والشعوب المختلفة وكان واجبا أيضا أن يهتم المغرب في سورة الأكاديمية المملكة المغربية بهذا الدرس الترجمي وتشخيص وضعية الترجمة بالمغرب وخلق كما قلت تصورات ونماذج وخطط لتدريس الترجمة بالمغرب في أفق وضع خطة منهجية واضحة لنقل تجارب ومرجعيات في مجالات وتخصصات مختلفة إلى اللغة العربية وهذا من شأنه بطبيعة الحال أن يجعل اللغة العربية أيضا لغة منافسة لأنه ليس المقصود هو الترجمة من اللغات الأجنبية إلى اللغات العربية وإنما كذلك من اللغات العربية إلى اللغات الأجنبية ونأمل أن تكون هذه البادرة بادئة خير ومبشرة بالخير لدرس الترجمة بالمغرب ولكل المشتغلين بالترجمة بالمغرب وهم كتر من ناشرين ومترجمين وأستداء وباحثين جامعيين لا تنسى للشراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيس بريس ترجمة نانسي قنقر